في قلبك حكاية وشك وصرار ويجي عبالك كلام الترام وماشي لحالة في دنيا ضبار تعالى نسافر لفوق السحاب صغيرة يا دنيا وهمومك كبيرة ونتعب ونحسن مشاكل كتيرة ولو يملامحنا نهاية المسيرة لكن ننسينا سوان العزاق تذكر تذكر إلهك معك يتمنى ترجع ويحرص قطاك يحلي حياتك ينور سماك وتهتف عيونك هيا تلبيتا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في الصميم هذا البرنامج الذي يأتيكم من خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد وعبر أثير فجر أفأم نحن وأياكم في هذا اليوم في هذا اللقاء المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة الجديدة بعد انقطاع بعد شهر رمضان المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد تقبل منا فيه الصلاة والصيام والدعاء والقيام وأن نكون جميعا من عتقائه في شهر رمضان المبارك نحن وأياكم وكما عودناكم في كل جديد نحن اليوم في هذه الطلة الجديدة في هذا الاستوديو الجديد وفي هذا الإخراج الجديد أنا أشكر كل القائمين معنا في هذا البرنامج كل ذلك من أجل أن نتطور إلى الأمام من أجل أن نوصل إلى المعلومة الأهم من هذا الإخراج الجميل هو أن تكون المعلومة تصل إلى الجميع لأننا نريد دائما وأبدا نسعى إلى التغيير هذا التغيير المجتمعي الذي يبدأ من تغيير الذات تغيير النفس تغيير الداخل لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم من هنا أنا أرجو الجميع وأبدأ بنفسي أقولا أن يكون هذا الكلام كأنه موجه لكل واحد فينا أن يأخذ الكلام كأنه هو المقصود من هذا الكلام إذا اعتبرنا هذه القضية وكان هذا هو طريقة تعاملنا مع ما نسمع في مثل هذا البرنامج يمكن لنا أن نغير إذا أنا سمعت الكلام كأنه الكلام موجه إلي بحث في نفسي أين السلبية أين الإيجابية حاولت أنا أن أزيل هذه السلبية وأن أعزز الإيجابية فأبدأ التغيير من ذاتي في من حولي هكذا سيتغير المجتمع لكن طول ما إحنا دائما عايشين في المجتمع ونقول المشكلة عند الآخرين الآخر يجب أن يبدأ التغيير لماذا أنا أبدأ القضية مش عندي أو أنا زي زي الناس هذه أكبر مشكلة لذلك سيبقى المجتمع في تخلف وفي تراجع وستبقى السلبيات مكرسة بل وتزداد هذه السلبيات ولن نستطيع أن ننهض نهضة جديدة بأمتنا ولا بشعبنا ولا بمجتمعنا لذلك نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كلامنا مفيدا وأن يقع في قلوبنا جميعا مكانا ويأخذ دوره في أجل التغيير من هون إحنا كنا في هذا اليوم نريد أن نتحدث في موضوعها إحنا اتعودنا في برنامجنا برنامج في الصميم أن يكون الكلام مباشر وأن يكون الكلام فيه جدية وفيه جرأة في بعض الأحيان نتجاوز بعض الخطوط التي يظنها الناس أنها خطوط حمراء لكن في الحقيقة والواقع لا بد لنا من الحديث فيها وأن نترك هذا الباب وأن لا نترك الموضوع ونترك المجتمع لكي يتعلم مثل هذه القضايا أو يناقشها في غير أبعادها الحقيقية أو في غير حديث يكون نافع بإذن الله عز وجل لذلك نحن لا مكان للخجل إذا كانت القضية قضية توجيه وتصحيح لأن نقصنا التوجيه والتصحيح الحياء هنا مطلوب لكن الخجل هو الذي لا نريده لذلك نحن اليوم قررنا أن نقتحم موضوع موضوع هام وموضوع خطير وموضوع شائك موضوع يشتكي منه الكثير من الشباب بل أنا أدعي أنه يشتكي منه الكثير أيضا من الرجال الكبار هذا الموضوع هو موضوع الأفلام الإباحية وإنجاز التعبير أو جاز المسمى ويمكن أن نقول هو إدمان المواقع الإباحية أو الأفلام الإباحية هذا الموضوع هو موضوع كثير حساس موضوع صريح وموضوع واقعي ونحن لا نتحدث عن شيء بالهواء وإنما نتحدث عن واقع مؤلم ومرير الآن كثير من الشباب يشكون مثل هذه القضية نسبة عالية جدا من الشباب الآن تتابع في إحصائيات تتحدث عن 90% من الشباب كان قد شاهد أو يشاهد مثل هذه الأفلام الإباحية أو الصور الإباحية للأسف الشديد الآن ترد بعض الأسئلة ترد بعض الاستفسارات أو بعض الشكاوي أو بعض استغاثات أحيانا من بعض الإناث لهذا الموضوع هو ليس ظاهرة عند الإناث لكن أصبح يتسلل شيئا فشيئا إلى شريحة الإناث في المجتمع وهذا للأسف الشديد أيضا ينذر بمصيبة يمكن أن تحل على هذا المجتمع إذا بقي الأمر كذلك لذلك ونحن نتحدث في الصميم كان لابد لنا أن نتحدث عن هذه القضية وبكل صراحة وبكل جرأة لنقول هنا الخلل هنا يمكن أن نعالج أنفسنا وهنا يمكن أن نقول هذه أسباب الظاهرة وهذه الطريقة يمكن أن نتجاوز مثل هذه الظاهرة عشان هيك نحن نخلونا نعيش توصيف هذا الواقع خلينا نعيش شو ممكن ننظر للمجتمع كيف ممكن الشاب ينظر لهذه القضية اليوم فرهود كثير معنا متحمس وحابب أنه يطرح وجهة نظره ويحكي هوه شو اللي شايفه لأنه تعرفوا فرهود غالبا ما يتحدث باسم الشباب ومن واقع الشباب هو من زمان حابب يحكي في هذا الموضوع لك نحن كنا مأخرينه لكن اليوم قلنا له احكي واكتب وقول اللي بدك إياه وهي المجتمع قدامك والشاشة معك خلينا احنا وياكم نسمع فرهود شو ممكن يخرفنا ويحكي لنا مرحبا سلامعة ارجعنا وعليكم طلينا وبالحب والشوق هلينا واشتاقت لكلوب ورفت كمان عينينا الموضوع مهم وعلشان هيك بعد الخط الأحمر هينجينا يعني بدنا نحكي شوية وندردش شو إلنا وشو علينا الموضوع الكل بيحكي فيه عن فراد مش واحد واثنين وكثير بس تتوضح الأمور بتنزدم بالأعداد وكثير من اللي بيتابع ما بيعتبروا مرض بيعتبروا حسة تثقيفية للزواج يعني بمعنى الإعداد والبعض ميخذوا درب يقرب فيه المحبين لبعاد وناس تايها ورا الشهوة واللذة تحكي لك وقفت علينا خلينا نعيد الأمجاد اللي بالي بالك واللي بتفكر فيه صح هو الأفلام الإباحية مش مكتصر لا على قاصر ولا كبير في الثورة التكنولوجية ولا على شب ولا حتى كمان عصبية ولا على سنة وشيعة ولا حتى إله اعتبارات حزبية الكل غايص وما تكذبوني رجاء للأهمية ومن أول خطوة ومن زمان من يوم صار الطفل طفل وخده مثل الرمان هالغريزي موجود بأمر ربنا كمان يعني شي حلو وفطرة بين ولد عليها الإنسان بس المشكلة بالطريق وبحزام الأمان ماشيين من وحنا صغار مش ببراءة بهيء التعبان وما تزعلوا من المشاهد اللي ححكيها واقع من عيشه للأسف للآن كيف الكل بيدخل على المواقع الإباحية ممكن سؤال مهم زمان بس هالأيام ما إلو أهمية التكنولوجيا قصرت المسافات وعقولة عادي الإمام المقرر بقره بليلة وحدة والحكي هاد مش لأهداف كوميدية بس شوفوا اتجاهات أطفالنا بس يكبروا تماما مثل الكمبل النووية والخوف مش عليهم بصير الخوف من التعديات الأخلاقية يعني بطل الموضوع تدخل على موقع إلكتروني وتمارس بطولاتك الجنسية صار الموضوع بخص المحيط من سقاطتك الأخلاقية وبنظر المدمن والمتابع مش رح تفرق التسمية الكل رح يكون بطل مشهد بأحلامه والكل يكون شريك معاه حتى لو ببراءة وحدة ردت سلامه والجرثوم بتنقل لأخوته لأولاده عمامه وبصير سحيره بيستنى الكل ينامه وبينطلق بعالمه وبيكون مش شايف حدا قدامه وبس يصحى الوالد بحكيله شو يمعلم ما نميت شايفك صباحه والأدهى والأعمار بس يكبروا يتزوج بنقول هاي عدل ما بيكون شايف زوجته على إنها زوجته لأنه في صورة قبل هيك نمطية رسخت بباله من الأفلام الإباحية وبيكون بالأحرم الصادق بمشاعره لأنه نفسه عارف عماله بمثل مصرحية بكذب عحاله وعزوجته وأحيانا سرعان ما تنتهي العلاقات الزوجية لأنه الواقع خالف التوقعات بالنتيجة النهائية لأنك متزوج ناس محترمين مش اللي بالي بالك ومتوقع ردة فعل تكون مش عادية باشا وهي صبية حقه علينا وحق على الأهلية وعلى المحيط والمؤسسات المجتمعية وعلى المدرسة والمناهج التربوية العطشان بنسقيه مي مش أدوية كيموية بس للأسف عطش مشاعرنا بنسقيه فساد دون اتجاهات توعوية زي اللي بيحكي كيف ما أجت أجت كلنا مرينا بهالطريق التربية سلامات يا شيخ أنا يعني فرهود حكها واقع واقع مؤلم وفي الحقيقة لو بدنا تنصر حين مع أنفسنا وفي لحظة حقيقة وعلى الأقل بيننا وبين حالنا راح نعرف أنه في عنا مشكلة كبيرة أنا بدي أوجه كلامي أولا لأباء والأمهات وأقول أنه في بداية هذه الحلقة لازم نعرف أنه في عنا مشكلة كثير من الشباب من الأباء والأمهات عندوا ثقة زايدة في أولاده وبناته وفي ذريته إحنا نقول الثقة مليحة وجميلة وحلوة وهذه بتبني جسور بينك وبين أولادك وبناتك لكن هذه الثقة مرات لما تكون مش بمحلها أو في موضوع إحنا بنظن أنه زي النعامة بتحط راسنا بالطراب وكأنه مش سامعين ولا شايفين هذه مشكلة المشكلة مش بس بالشباب المشكلة بالواقع اللي بنعيش والبيئة اللي احنا عايشينها المشكلة في المعطيات جميعا اللي بتدعو قاعدة الشباب إلى مزيد من هذا الموضوع لما إحنا نجعل تماما إحنا عاملين بشبابنا وبأبنائنا وبناتنا زي اللي بنخليه جوع بنمنع عنه الطعام مد من الزمان بيكون جائع جدا 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 وثم نضع أمامه أنواع معينة من الطعام هذا لن يفكر مرتين في التهام هذا الطعام وبنهم وبشراها أحيانا قد تكون لا صدر أن نلوم في مثل هذه القضية لكن أيضا في نفس الوقت يجب أن نقول أننا بحاجة إلى تغيير البيئة إلى تغيير الواقع إلى مزيد من التحصين وإلى إعطاء الغذاء الكافي والنافع وفي فترات حقيقة يمكن أن تنفع لكن بهذه الطريقة وهذا التعامل نحن تماما نتعامل مع أبنائنا وبناتنا كل ما هو حولنا هو يثير الغرائز الجنسية وحب الجسد والتوجه للجسد والتفكير في مثل هذه الشهوة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها فينا من أجل أن تستمر هذه البشرية ومن أجل أن يدفعنا من أجل التزاوج والذرية وإنبات الذرية كما أرادها الله سبحانه وتعالى لكن عندما نجد أن هناك إثار لمثل هذه الشهوات دون أن يكون هناك تفريغ شرعي وحقيقي ودون أن يكون هناك تسير موضوع الزواج سنصل إلى مشكلة كبيرة جدا أن هذا الشاب يبدأ يتعلق في مثل هذا الموضوع يبحث عنه في البداية في شكل فضول ثم بعد ذلك يصبح متعلق في تعلق عقلي وتعلق وجداني وتعلق جسدي بعد ذلك هذا يصبح جزء من حياته يصعب عليه أن يتركها تماما مثل المخدرات بل بعض العلماء قالوا أن إدمان المواقع الإباحية هو أشد وأخطر بكثير من إدمان المخدرات لأنه إدمانه هو يسيطر على العقل ويتسلل إلى إنسان أحيانا دون أن يشعر في مثل هذه الحالات لذلك نحن نحذر تحذير كبير جدا من هذه القضية وأرجو من كلامي للأباء والأمهات وأيضا للشباب أن يخذوا كلامي على المحمل الجد ويتعاملوا مع هذه الحلقة بتعامل حقيقي واقعي ويسمعوا تماما كيف إحنا الواقع عايشين فيه وشو ممكن إحنا نعمل وحتى ندلل على هذا الموضوع كان معنا اليوم أحد الشباب اللي في جيل التلاثينات اللي حب يحكي لنا قصته واللي هو استفاد إحنا طرحنا هذا الموضوع سابقا في برنامج الأسكاف أم هو استفاد من هذاك البرنامج عملنا حلقة عن برضو المواقع الإباحية في برنامج أسكاف أم قبل سنة تقريبا استفاد منها فحب أنه زي التجربة اللي هو مر فيها بده يحكي لنا إياها ويقول لنا إنه ديروا بالكم يا جماعة الخير لا توقعوا في اللي أنا وقعت فيه لأنه أنا حياتي اتدمرت وأسأل الله سبحانه وتعالى إنه ينقضوا من هذا خلينا إحنا وإياكم نتابع في فقرة في الظل شو ممكن يقول لنا هذا الشاب الثلاثيني أنا شاب عمري في نهاية الثلاثينات مع بداية المراهقة بدت حكايتي ومعها بلنجت أزماتي ومشاكلي لما كنت بعمري الثلاثاش وبدأ في الرغبة والشهوي بدأ عندي الفضول لاستكشاف عالم مثير هو عالم الجنس ما عرفك تسوق بتشجع وتساعد بديت أدور على المجلات وعى الصور الخليعة في البداية كنا نشمع مع بعض كل واحد داي بصورة ومبقطع فيديو من هون أو من هون نقعد نتفرج ونحضر مع بعض وفي يوم واحد من الشيلي بلش يحكي لنا عن العادة السرية وكيف هو بمارسها ومش تستمتع فيها الحقيقة إنه شوقنا للتعرف على هذا الشيء اللي بيحكي عنه وبعد هذا الفضول اللي كنت أنا فيه كنت أول مرة بعمل هذه الشيء في البداية عجبتني وكنت كل فترة أعملها بعدها صرت مولع فيها وأعملها كل يوم حيانا أكثر من مرة في اليوم حتى لما ظهر الإنترنت كنت أول إشيء أبحث عنه هو الجنس والصور والمقاطع الفاضحة وأقضي ساعات وأنا أحضر استمر الموضوع معي حتى في الجامعة وخصوصا إنه الجامعة زي ما بتعرف وجو مفتوح والواحد سهل يقيم علاقات فيها مع البنات كانت حالة النفسية سوء مع مرور الزمن لأني صرت أشعر بأني مدمن على هذه المشاهدات ومش أعرف أدشرها في المقابل صرت أفكري الشعور بالمتعة صرت دايما منزوي وقاعد لحالي أغلب الوقت لأني بدي أحضر أتاب واللي كان مصبرني أني كنت أقول لحالي بكرة بتتخرج وبتلتي بالشغل وبصير وبصير مش فاضي لهيك شغلات بالفعل ججرت حالي في المواد وبالموت عرفت أتخرج من الجامعة استلمت شغل لكن المفاجأة والبلوة أنه ما عرفت أدشر هذا الاجتهاد الإدمان فعلا هو إدمان لأني ما أبلحك أروع من الشغل إلا أركض على الكمبيوتر وأبلش أحضر وأتفرج قلت لحالي ما في حالي للزواج وهيك أنا ممكن أفرق طاقة الجنسية في الحلال وبخلص من كلها الهامة رحت لأمي وقلت لها دوري لعبنت الحلال بعد فترة القيناها البنت محترمة وبنت ناس وصارت نصيفي لما تزوجتك تشافت قديش أنا واهمة وأضعف مني أني أترك عادي صارت مسيطرة على كل حياتي وتفكيري ما كنت أشعر بأي إثارة جنسية أو متعامة زوجتي أصبحت أمارس هذه العلاقة الزوجية معها كنوع من الواجب فقط المشكلة الأكبر أني كنت أقارن في مخيلتي بين ما أفعله مع زوجتي واللي كنت أشوفه في الأفلام وكان غايب عن ذهني أنه في الأفلام كله تمثيل وكذب وأشغلات مش طبيعية لكن في النهاية هذه المقارنة زادت من إحباطي وعدم استمتاع مع زوجتي وهذا خلى نفسيتي محطمة وعند اكتئاب حاولت أكثر من مرة التوقف عن هذه الأفعال ما قدرت فقدت الإحساس وأصبحت أفعل هذه الأمور كانها واجب لابد من تأديته وكانت الأمور تزاد سوء أصبحت آلة للتدخين ومشاهدة الأفلام ومارست العادي بدون أي متعة لا أهتم بأي أنشطة اجتماعية أرفض الخروج مع أصحابي وما بدي حدا يزورني ولا يقطع عليه وعيتي مع الزمن بدت زوجتي تشعر في الموضوع كانت تلاحظ علي كنت أخبي عنها في البداية لكن هذا الشيء ما بتخبه حتى وصلت لمرحلة أن صرت أحضر قدامها وبصراحة مرات أطلب منها تحضر معي بدعوة خلينا نتعلم ونعمل زيهم في الحقيقة حاولت زوجتي كثير تمنعني كانت حاولت تساعدني أن أدشر هالأشياء أكثر من مرة لكني ما كنت أنا أساعدها وأساعد نفسي زادت المشاكل بيننا وصارت حياتنا الجحيم وروحت هي عند دار أهلها ووصلت لمرحلة أنه خلص بدنا نتطلق أذاكت الحقيقة المؤلمة فأنا اتجاوزت مرحلة التحكم بالنفس أصبحت مدمن بل تقدر تقوله عبد أصبحت الأفلام الإفاحية والعادة السرية هي التي تتحكم في كل حياتي كنت في يوم الحالي قلت شو هذا اللي وصلت له لا علاقات اجتماعية متاعب جسدية انهيار في العمل بعد دام عن الدين علاقتي بزوجتي سيئة أو هيها بدأت تطلق وتنهدم هذه الأسرة وفي ليلة من الليالي مش عارف شو اللي دفعني وقمت يتحمامت وصليت ركعتين رفعت إيدي لربنا ولسه مودعيت وقولت يا رب يا رب ساعدني يا رب قويني يا رب خذ بإيدي صرت أبكي زي لبلادي الصغار لهذا الحالي لأنا وصلت له فعلا استجاب ربي دعائي وفي يوم وأنا بتفرد على تلفزيون الفجر شفت حلقة من برنامج أسكف أم كان الشيخ عمار يتحدث فيها عن خطورة هذه الأفلام استضاف مع واحد من المتخصصين على التلفون اللي حكي حكي كثير رائع وكثير حلو ولكن في حديثه وأثناء الحديث جاب سيرة موقع اسمه واع ضد الإباحية وفي موقع ثاني اسمه علاج إدمان الإباحية أنا بسرعة رحت فتحت على هذه المواقع وشفت المقاطع اللي بترجمي والأفكار والمحاضرات اللي فيها وبتعلمنا كيف إحنا يمكن نتعالج من هذا الشيخ استفدت كثير وبلشت أعالج بحالي والحمد لله قضعت شرط كبير كبير نصيحتي لكل شاب يقرأ عن إدمان هذه المواقع وأثارها عليه في المستقبل قبل أن يفكر في زيارتها حتى لا يقع فيها ولأنه لا يستهين في مثل هذه المواقع هي تماماً زي الرمال المتحركة ما أن تضع إجرك فيها حتى الضيئة في النهاية بطلو منكم لكم تدعوني أنه ربنا يثبتني وساعدني وكمان ببدي أقول لكل شاب العلاج ممكن بس يكون في إرادة زي ما أنتو يعني شايفين هذا الشاب كديش حياته كانت جحيم بعض الشاب بالأسف الشديد في بداية حياته بظن أنه لا هذا الكلام مبالغ فيه وأنا مش شاعر في الموضوع أنا هيني بتابع أفلام ممكن هذا الواحد بعض الشاب يقوله أنا بتابع أفلام بحضر أفلام أنا وصحابي أنا ولا حالي ومش صاير معي هذا اللي بتحكيه في إنتو لا إحنا بنقول قضية مستحيل واحد مجرد ما شاف مقطع من مثل هذه الأفلام أنه مباشرة بده يجي مثل هذه القضايا لكن لما مع الزمن يصبح عنده إدمان وعنده شراهة في متابعة الأفلام عنده ما يخذ عليه كل عقله وكل تفكيره ويصبح حقيقة للأسف الشديد بعض الشاب يصبح كل حياته بتفكيره بس كيف بده يفتح الكمبيوتر يفتح الآيباد يفتح الآيفون أو يفتح الجهاز الجوال تبعه ويحط على مقاطع مثل هذه المقاطع الجلسية الإباحية اللي تثير في بعض الغريز لكن مع الزمن سيجد أنه لا متعة هناك إدمان وهناك لا متعة حقيقة أنه مثل هذه الأمور تؤدي إلى تحطيم كثير من حياة كثير من الناس وللأسف الشديد هي تأثيره السلبي على الشباب العزبيين وتأثيره السلبي أيضا كذلك على المتزوجين زي هذه الحال اللي احنا شفنا من فقرة في الظل كيف هذا الشاب حتى هو كان عزابي قبل ما يتزوج كان يعيش في مأساة حقيقية لا يشعر في من حوله قد يكابر أحياذا لكن في حقيقة وقعه كان يشعر في مثل هذا الفراغ ومثل هذه المأساة اللي هو كان يعيش فيها ومثل هذه النفسية المحطمة اللي كانت مسيطرة عليه أيضا ما بعد الزواج كان يظن أنه الزواج حل لكن كان في تلك اللحظة الزواج ليس حلا لأنه لم يساعد نفسه هي حقيقة زي ما قلت أنا أنه هي خطيرة جدا على العزبيين وخطيرة جدا على المتزوجين يعني مثلا بتلاكس الشاب العزابي في إحدى اتجاهه إما أنه يكون هو ينغمس في مثل هذه الأفلام بحيث أنه يحب أن يتابعها ويشاهدها دائما وأبدا في أي وقت فراغ وفي الحقيقة هو يصنع مثل هذا الفراغ يعني بيؤدي الواجب المحدود اللي عليه سواء ساعات عمله أو سواء ساعات دراسته ثم ما يلبث اللي يقضي ساعات وأنا بعرف بعض الشاب كان يقضي عشر ساعات واثناشر ساع أوه وقاعد قدام الكمبيوتر بس ينتقل من مقطع إلى مقطع من فيديو إلى فيديو ومن فيلم إلى فيلم يبحث عن مشهد هنا إباحي أو لقطة هنا إباحية أو مقطع هنا إباحي كان يبحث عن ذلك فيعيش في هذا فهو يقطع علاقاته يصبح منزوي لا يتعامل مع أهل ولا يتفاعل مع أبو مع أمه مع أخوته لأنه يريد أن ينزوي هو حفي الحقيقة يخجل مثل هذه القضايا فتجده يتابعها لوحده وباستقلالية تامة يقطع علاقاته الخارجية واجتماعياته فهذا يؤدي إلى انتكاس حتى انتكاسة صحية مشكلة في العنين مشكلة في الجسد هذا سيؤدي إلى الاكثار من مورسة العاد السرية وهذا له ضرر كبير جدا يرجع على ذاته على نفسه على صحته على جسده وكذلك البعض الآخر قد يخرج من ضمن هذا يصبح عنده يعني إثارة جنسية عالية جدا فهو مع الزمن لا يكتفي بمثل هذه المشاهدة لا يكتفي بمثل هذه الممارسة العاد السرية فيصبح يبحث عن علاقات يفرغ فيها مثل هذه الشهوات من بنات إناث تبدأ على الفيس بعض العلاقات بما يسموه صداقة قد يتطور إلى ما يسموه زورا وبهتانا حب في العلاقة قد تتطور إلى علاقة جسدية من بعد لقاء وكم حالة زنا رأيناها كانت بدايتها شرارة هو متابعة مثل هذه الأفلام الجنسية لأجل لأجل هذه القضية نحن نقول قضية خطيرة جدا أيضا هي خطيرة جدا على المتزوجين بعض الناس بقول لك بهمش وأنا عزابي بعيش هذه الحياة وما أنا مش صحة للآن لكن لما أزوج كل هذا بني لا تجربة حقيقية وحنا سمعنا وأنا كثير من القضايا اللي دخلتها في الإصلاح بين الأزواج كان في كثير من الأحيان الزوجة تشتكي أنه زوجي كان يتركني وكان دائما مولع بمتابعة الأفلام الإباحية حتى هم تزوج وبعض الأحيان زي ما ذكر الشاب وهذه حقيقة يعني أنا شفتها وعشتها وسمعتها عشتها وبعض الناس اللي ذكروا لي يعني قصصهم في مثل هذا الموضوع أنه كان يطلب من زوج تتحضر معه مثل هذه الأفلام وكان أحيانا يحاول أن يقلد من مثل هذه المقاطع وينسى أن هذه المقاطع في الحقيقة هو عبارة عن تمثيل كذب بكذب هو عبارة عن إثارات لمثل هذه القضية لكن ليست خالية من العواطف وخالية من الحقيقة والواقع لكن هو يطبقها انقصرت زوجته هذا إن أطاعته فهو يجد أن هناك في فرق هائل فيصبح هناك في فجوة بينه بين زوجته والعلاقة مع زوجته ستؤدي في كثير من الأحيان إلى الطلاق هذا الزوج حقيقة أيضا يفقد البيت يفقد رونق ويفقد عواطف ويفقد إحساس وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الحياة الزوجية قالوا من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هذه المودة والرحمة بتعرفوا إنه كثير من الناس بيعرفش منين فيج المودة والرحمة مودة والرحمة حقيقة تأتي من كل هذا التعايش اللي بيكون بين الزوج وزوجته من المواقف العاطفية من الابتسامة من الهدية من الكلام الجميل من كلام الغزل أيضا الحياة الجنسية في خلال البيت والأسرة والزواج وعقد الزواج تختلف تماما عن الحياة الجنسية التي يمكن أن يعيشها الإنسان المنحرف اللي بده يروح لموضوع الزنا أو غيره وليش؟ لأن هناك اعتبار عن شهوة جسدية بحتة ليس فيها أي نوع من العواطف وخصوصا إذا كانت العادة السرية مثلا والاكثار منها تجد الإنسان هو عبارة عن عادي ومارسة ليس فيها أي عاطفة كل تفكيره فقط في الجسد في أن يصل إلى مرحلة النشوة إلى مرحلة الإشباع الجنسي لكن ليس هناك عاطفة ليس هناك يمكن أن يتحرك العواطف تعرفوا هذه القضية مربوطة حتى في هرمونات الجسم الإنسان عند المعاشرة الزوجية مع زوجته جسمه بفرز نوعين من الهرمون هذا بيخليه بزيد في التعلق بزيد في في الارتباط بزيد في العاطفة وهذا يدفع باتجاه زوجته لذلك إذا كانت الحياة الجنسية بين الزوجين صحيحة وكانت هناك معرفة للتعامل بين كل طرف مع الآخر تجد أن حياتهم مع الزمن تزداد العلاقة ما بيزهقوا بعض مع الزمن ما بيملوا من بعض مع الزمن ليش؟ لأنه كان هذا الجنس ودافع لزيادة العاطفة لكن في غير ذلك في متابعة الأفلام الإباحية وازدياد العاد السرية سيؤدي ذلك إلى أنه يكون هناك تفريغ لهذه الطاقة لهذه الثورة أو لهذه الشهوات الجنسية دون أن يكون هناك عواطف لذلك سيصبح هناك جفاف عاطفي يجعل هذا الإنسان بعد زمن لا يشعر بأي متعة في التعامل مع هذه العادي لكن هو يفعلها بحكم العادي دون أن يستمتع فيها وهذا سيؤدي إلى إحباط إلى نفسي محطمي وسيؤدي هذا الزوج اللي بتعامل مع الأفلام الإباحية وبتعامل مع العاد السرية مع أنه هو متزوج سيفكد كل شعوره العاطفي وهذا سيجعله كما قلت أنا أنه يفضل هذه الأفلام وهذه العادي على زوجته وإذا تعامل مع زوجته بتعامل معها كجسد تام بدون أي عواطف وهذا سيفقد هذه الأسرة ترابطها وبالتالي ستصل إلى مرحلة الطلاق إحنا يعني حاولنا أنه نشرك المجتمع معنا في هذه الحلقة كالعادي وحاولنا أنه نسأل ونشوف شو رأي الناس في مثل هذه الظاهرة حقيقة وردتنا عشرات التعليقات لما نزلنا منشور على الفيسبوك هذه التعليقات كانت كثيرة جدا وكانت بين أحيانا الكلام الجدي وأحيانا كلام الاستهزاء كلام نوع من الفكاهة اللي بيستخدمها بعض الناس لكن هذه الفكاهة تنبئ بما بعدها وأيضا كان هناك تعليقات حقيقية واقعية تصف الواقع وهناك أيضا تعليقات كانت تعالج مثل هذا الواقع إحنا سألنا وقلنا ما هي أسباب ظاهرة الإدمان على مشاهدة الأفلام الإباحية عند الشباب حاولنا نشوف الناس يحطونا بعض الأسباب وكيف ممكن شو كيف بتأثر هذه المشاهدة على حياة الناس وكيف الإنسان ممكن يتخلص من هذا الإدمان على هذه المواقع كان هناك تعليقات كثيرة خلينا نحن وياكم في فقرة فيسبوكيات ونتابع مثل هذه التعليقات خلينا مع فقرة فيسبوكيات معنا اليوم التعليق الأول اللي احنا اخترناه من أشكر طبعا في البداية كل اللي علقوا معنا وسامحونا اللي ما أخذنا تعليقاتهم لأن كما قلت أنا التعليقات كانت في العشرات في هذا الموضوع دليل على التفاعل وأهمية هذا الموضوع لكن احنا اخترنا منها أهمها والتي يمكن أن تشمل كل التعليقات أول التعليق عندنا لأيمن مرعي نقول لابد من معرفة خطورة هذا الإدمان مدام الشخص المدمن لا يعرف مدى خطورة هذا الشيء ولا يمكن له أن يترك وأيضا يجب أن تكون المعرفة ليست سطحية بل يجب أن تكون عميقة جدا يجب قراءة المقالات والمشاهدة الفيديوهات عن الإدمان لأنه إذا عرف كمية الخطورة الموجودة في هذا الإدمان أكيد سوف يتغير تفكيره إذن يعني رأي أيمن مرعي كان رأي وجيه وأنا جبته لأنه هو أن هذا الموضوع بكفي أنه نأخذه بسذاجة وبساطة بكفي أنه نحن نتعامل مع هذا الموضوع كأنه موضوع بسيط ومارك ويلا ومشكله بتهمش فترة مراهقة بتروح لا هذا الموضوع قاعد بفسد أخلاق شبابنا قاعد بخرب سلوكياتهم قاعد بزيد الفاحش فيه بينهم بزيد العلاقات البحرمي وأيضا قاعد بفشل لنا كثير من حالات الزواج الممكن تصير لأن هناك إشكالية كبيرة قاعدين نحن عايشينها في موضوع الزواج هي المقارنة بين ما يحدث في هذه الأفلام وبين ما يحدث على أرض الواقع بين هذا الرجل وزوجته لذلك إحنا لازم الناس هذه تتعرف على خطورة مثل هذه الأفلام على خطورة المتابعة في مثل هذه القضايا يجب أنهم يتعرفوا تماما شو يعني أفلام إباحية وشو يعني خطورة المتابعة الأفلامية مش قضية منظر وماشي ولا قضية مقطع وبنخلص منه لا القضية قضية منهج قضية اختلال في الأخلاق والسلوك وأيضا اختلال بالعقل وتريكة التفكير وتريكة العواطف والتعامل مع الآخرين مأمول الطيار على الأقل نحن لا نختلف جميعا على الحرمة الشرعية فهذا من المسلمات يعني لو سألت كل هالعلماء بقول لك متابعة الأفلام بحية حقيقة هي يعني حرام شرعا لكن هو برأي الأخ مأمون بقول يجب التركيز بهذا الموضوع على الأثار السلبية والمدمرة اجتماعيا ونفسيا سواء كان المدمن أعزب أو متزوج أو يعني ومن كل الطرفين الرجل والمرأة يجب معالجة هذا الموضوع بشكل شفاف وواضح والخروج بنصائح وتوصيات عملية لهذا الموضوع نحن يعني في مثل يعني تقريبا هذه الساعة من برنامجنا أو الخمسين دقيقة بنحاول دائما أن نوصل المعلومة لكن كذا ما أنتم عارفين نحن ما بنقدر نحكي كل شيء عن هذا الموضوع لكن بنحاول أن نحن نطرق نقوس الخطر ونقول للناس ديروا بالكم الموضوع خطير الموضوع بحاجة إلى متابعة بحاجة إلى اهتمام بحاجة إلى انتباه هدشروش الموضوع هيكي يعني بمشي كيف ما يشاء وأنا يلا بهمش أولادي ماشي لا بأننا نتبع أولادنا نتبع بناتنا نتبع أنفسنا لأنه الموضوع كثير 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 خطير وقاعد بعمل إدمان وأنا بقول لقضية مش بس قضية حرام وحلال اليوم لقيامي لأننا بعض مقلقات الله بصلي ركعتين وباستغفر بتوب ببتمشي الأمور لا في أثر سلبية قاعد بتدمر بشبابنا بتدمر في بناتنا بتدمر في أسرنا وأنا عند كلامي وبعرف شو بحكي بالحرف اللي أنا بحكي فيه تماما بكل كلمة أنا بحكيها أنا قاصد فيها قاعد بتدمرنا بتدمر شبابنا وبتدمر بناتنا يا جماعة الخير شوفوا اللي مش يفتح عنه وشوفوا يسمع واسمعوا مجتمعنا الآن كيف قاعد بتتجه باتجاه الأسف الشديد الأخلاق الرضيلة الفاحشة حالات الزنن اللي قاعد بتنتشر اسألوا كثير من القضايا في المحاكم في المحاكم الشرعية في المحاكم المدنية في قسم حماية الأسرة في قسم الشرطة في الصلوح العشائري قديش من القضايا الآن اللي احنا نسمع فيها في مجتمعنا قضايا فيها انفلات انفلات أخلاقي من الناحية الجنسية أحد أهم أسبابها هي هذه التكنولوجيا اللي احنا ما أسألنا استخدامنا وما أحسننا استخداما عشان هيك لازم نعرف أنه الأمور السلبية خطيرة جدا قد تفقد حياتك قد تفقد احترامك لنفسك احترام الآخرين إليك قد تفقد مكانتك في المجتمع قد تفقد أسرتك أولادك بناتك عائلتك كم من الآباء تيجي زوج توتيمسكو تيجي ولاده أو بناته يكتشفوه هو بيحكي مع النساء هو بتعامل مع بعض الأفلام وهتاب بعض الأفلام وهذا قضية خطيرة جدا أبربيع رداد بيعلق وبقول الأصل في صانعي القرار إلزام شركات النت بمنع عرض المواقع الإباحية للأسف الشديد نحو دائما تفكيرنا الأسف الشديد طبعا وهذا يعني في أغلب البلاد العربية والإسلامية تفكير مادي يعني هذا الموضوع أنا بذكر يعني انطرحوا ونعملوا ونعملوا بعض الجمعيات الشبابية اللي حاولت إنه محاربة المواقع الإباحية وتواصلوا مع بعض الناس المسؤولين ورفعوا بعض العرائض وطالبوا في إنه حجب مثل هذه المواقع كان إحدى الإجابات اللي اتلقوها في يوم من الأيام إنه إحنا ما بنقدر نحجب هذه المواقع لأنه هذا سيجعل شبابنا يتوجهوا إلى الشرائح الإسرائيلية مثل السلكم وغيرها ويصيروا تابعوا الأفلام هناك فإحنا ما بدنا نروحوا على السوق هذي يخليهم عندنا يعني إحنا بنسمح لهم في أماكن التواصل اللي عندنا وفي الشركات اللي عندنا تاعت الاتصالات والإنترنت إنه نعطيهم هذه الصور حتى هم ما روحوا يحضروا عند غيرهم شو أنا مش فاهم هذا المبرر ولا هذا المقنع هذا دمار قاعدين بتدمر في أبنائنا وبناتنا وإحنا مجداريين في الموضوع الآن حتى في الغرب وفي أوروبا في أمريكا رغم كل هذه القضايا بيحاولوا وقدر الإمكان مع أن الأمور عندهم يعني مفتوحة على الآخر لكن أيضا بيحاولوا وعندهم خطورة بيسموها خطورة الأفلام الإباحية هم ما عندهم مشكلة في المعاشرة ما ينرى الرجل والشاب والفتاة إذا بإرادتهم وخارج الزواج هذه القضية تعرفهم متجاوزينها لكن عندهم إشكالية كبيرة حتى في متابعة الأفلام الإباحية لأن هذا قاعد بيعمل مشكلة ومشكلة كبيرة في مجتمعهم في هذا الموضوع إذا كم بيعملوا مؤتمرات في هذه القضية إحنا الأسف الشديد إنه صانعي القرار عنا كل تفكيرهم قاعد بروح لموضوع إنه بس ليش أنا بديش يروح الشريحة اللي عنا بتستخدم أنت تروح تعمل هجرة على الشراحة الإسرائيلي لكن هذا ليس حل وهذا ليس منطق وليس واقع إحنا بحاجة أنا لحد الآن مش عارفهم ليش مش مكدمين على مثل هذه الخطوة إلا بس القضية المادية اللي ممكن يتفرجوا عليها لأنه ممكن شبابنا يروح على أنقذرهم لكن في النهاية أنا كثير ممكن أحمي شبابي صحيح ممكن البعض بقول هاي الشركات اللي بده يعمل حجب للموقع الإباحية بيقدر يعمل حجب بيقدم طلب وبيعمل لكن أنا بقوله إنهما في مردود مادي في بدل مادلي مثل هذه القضية الكلام اللي بده أوجه من خلال هذه الشاشة لكل المسؤولين إن شاء الله إنهم يسمعونه وخصوص المسؤولين عن الشركات الاتصالات الموجودة عندنا بدي أفترض أنك أنت بدك تطرح هذه المادة لماذا لا تكون مثل هذه الخدمة هي خدمة مجانية غير مدفوعة الأجر يعني مثلا أنا كأب في بيتي بدي أمنع هذه المواقع الإباحية خلينا أرفع تلفون وأقول عملولي حظر بدون ما يكون في بدل مادة لأن بعض الناس لسه مش فاهم قديش يمكن يعني خليه يتكاسل أو الشيطان يبعده عن إنه يعمل مثل هذه الحجب عن المواقع الإباحية بشكل رسمي هو بعمله المانع المادي إحنا ليش نروع المانع المادي وخلي الناس مرات تستثقل مثل هذه القضية أو إذا بدنا خطوة لقدام ليش أحنا ما نحجب كل هذا ومن أراد أن يتابع برفع التلفون بقول أنا يفتحولي هذا الموضوع هيك بعض الناس ممكن ما يفتحش التلفون ويطلب مثل هذه القضية لأنه يكون المحرج حقيقة إحنا عايشين في واقع أحنا شايفينه وعارفينه كثير يعني تخذ قرار من المسؤولين بحجب بعض المواقع اللي ممكن تكون بتبثل الشائعات أو بممكن تعمل خلل مجتمعي أو خلل سياسي أو إلى ذلك وحجبت بعض المواقع في هذا لأنه وجدنا خطورة منها على المجتمع ليش إحنا أليست المواقع الإباحية أشد قطر من أي شيء آخر على شباب من أجيالنا لأنه هذا بتدمر الشباب والأجيال الموجودة إحنا من هون بدنا نوجه كلامنا وأرجو من الجميع أنه يكتب ويوصل هذه المعلومة أنه يا جماعة الخير اعملوا حل مثل هذه القضية وخلينا نحجب مثل هذه المواقع أو على الأقل نسهل حجب مثل هذه المواقع لمن أراد أن يحجبها محمد عودي بعلك بقول عن أسبابها قال غياب البعد الديني ومرقبة الله عز وجل هذا حقيقة يعني إحنا بنقوله أنه ما إنسان بروح إلا إذا كان في عنده ضعف ديني في مثل القضية أو أنه شهواته غلبة على الأقل في مثل هذه الزاوية بقول محمد بقول بضرب مثاله وشايفه مثل مقلي أحد الشباب في عشرة بقوله هذا الشاب قال له عشرة شيكل بنبسط هذه الليلة لا بدي أتجوز ولا غيره من كثر تكلف الباهظة للزواج والمسؤول الأول أولياء الأمور لأنه ما بيسروا تكلفة الزواج وهذا الآن قلته في البداية إحنا كل ما حاولنا بثير إذا الشاب فتح التلفزيون في أفلام مثيرة إذا فتح الإنترنت في مقاطع مثيرة إذا حكى مع صحابه نفس القضية إذا طلعوا إذا نزل الآن علاقات الموجودة سوء الأخلاق الموجود بيعمل علاقات مفتوحة في كثير ضعف رقابة الآباء والأمهات على أبناءهم بناتهم نفس القضية إذن أنا كل ما في حولي قاعد بثير القضية الجنسية وبنفس الوقت قاعدين نرفع تكلفة الزواج الشاب بتغلب في الشاب بتزوج قبل 25 و 26 سنة وبوصل 30 وفق 30 سنة هذا بده يكون حقيقة تعبان جسديا تعبان جنسيا لذلك ويبحث عن تفريغ هذه الشهوة في غير الزواج لأنه مش قادر على الزواج لذلك إحنا عاملين معهم زي المثلة بقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أنت بتل بالماء إحنا كذفناهم في نصف معترك الحياة لكلها شهوات جنسية والآخر من كلهم دير بالكم تغلطوا منعنا عنهم الزواج والآخر من كلهم دير بالكم تغلطوا هذا الكلام لا يمكن الآخر محمد خصيب حقيقة علاق تعليق كثير جميل لكنه صحيح طويل لكن في معلومات كير قيمة أنا ما بقدر أقرأ كله لكن أنا سأخذ منه مكتوفات وكثير مكتوفات مهمة مثل مكتوفة في الأول بقول أنه أصبحت الأفلام الباحية هي الوسيلة الأساسية لنشر وتعليم الثقافة الجنسية في بلادنا نظرا لعدم وجود خطة واضحة لنشر الثقافة الجنسية الصحيحة مما أدى إلى وجود ثقافة مبنية على أسس خاطئة بل ومنحرفة وهذا يعني واقع احنا بنعيشه لأسف احنا ندشرين أولادنا زي فريسة للإنترنت والتلفزيون انهم اللي بربوا أولادنا قاعدين بفتح المواقع الإباحية على الأفلام بحاول يتعرف على هذا الجسد وعلى هذه الشهوة وعلى هذه الرغبة من خلال التلفزيون إنه لم يستحقى مع أبوه لم يستحقى مع معلمه احنا ما في عنا خطة لا في مناهجنا ولا في توجيهاتنا ولا في تربية أبائنا وامهاتنا الموجودين الآن باتجاه أبناءهم إنه هذا الموضوع ممكن نتركه الأب بيستحقى مع ابنه الام تستحقى ما بنتها الأستاذ بيستحقى مع طالبه وهكذا وما في مناهج تترك هذا الموضوع فلذلك لنحن نترك أبناءنا فريسة بي يبحث عن هذه الرغبة الدافعية الذاتية في داخل جسده فهو يبحث عنها من خلال صاحبه ومن خلال الانترنت من خلال متابعة هذه الأفلام فبقض كل ثقافته الجنسية من حركات ومن مقاطع ومن آليات ومن تعاليم ومن أخلاق ومن سلوكيات حتى في العلاقات مع الجنس الآخر كل هذه منهم بديو يخدها من خلال قصص الفارغة قصص العلاقات المحرمة من خلال هذا التلفزيون من خلال مسلسلات الأفلام ومن خلال الانترنت والأفلام أيضا أخي محمد الخصيب ذكرنا بعض الأرقام المذهلة والمهولة على مستوى العالم اللي بتخوف وبتدق نقوس الخطر وخلينا ننتبه كثير تعرفوا إنه بقول لو تتبعنا مسارات البحث في جوجل كل على المفردات الجنسية في عنا 116 ألف بحث على الجنس من قبل الأطفال والمراهقين كل يوم 116 ألف بحث متخيلين هذا الرقم ممكن كيف يكون كل ثانية واحدة 30 ألف شخص بتصفحوا المواقع الإباحية في كل ثانية 30 ألف شخص فتخيلوا إحنا كدش عندنا ثواني في اليوم وكدش عندنا آلاف الأشخاص بدخلوا على هذه المواقع الإباحية تعرفوا في أمريكا اللي هي أمريكا متصدرة إنتاج مثل هذه المواقع الإباحية حوالي 89% من المواد الإباحية تنتج في أمريكا كل نصف ساعة في عندهم فيلم ينتج ويخرج إلى الإنترنت وإلى التلفزة وإلى المحطات المسؤولة على مثل هذه القضية هذا يوجه لمجتمعهم صحيح أنه بعضهم يعني يتابع هذه القضية لكنه مجتمع أصلا من الناحة الجنسية والجسدية لا أخلاقه ما عندهم ضوابط في الموضوع لكن أيضا يوجه لنا ومجتمعنا وفتلاك شبابنا بتوجه بل بالعكس هناك ممكن تلاك بعض الشباب بابتعد عن مثل هذه الأفلام لأنه عنده ما يفرغ طاغطه من خلال علاقات معين عن أن تقيم أي علاقة خارج نطاق الزواج والأسرة فبتلاك الشب بدي يفرغ مثل هذه الطاقة لأنه مش قادر يتزوج فبيروح وين بيروح بيروح مثل هذه الأفلام وهذه قضية خطيرة جدا كل نصف بنلاقي مثلا في المملكة العربية السعودية هذه الإحصائية اللي هو ذكرها خمسين مليون بحث عن مفردات جنسية شهريا خمسين مليون بحث يعني بتحكي عن مليون ونصف بحث يوميا يعني مليون ونصف إجراء بحثي على جوجل يتم يوميا عن قضايا جنسية وقضايا جسدية في السعودية لوحدها فكيف في باك الدول العربية إحنا من هون بنقول أنه إذن الأرقام مذهلة وأرقام خطيرة وزي ما قلت أنا أنه في بعض الإحصايات أثبتت عند الذكور تسعين في المئة من الذكور يعني بين كل عشر ذكور في تسعة تابعوا أو شاهدوا أو يشاهدوا المواقع الإباحية أحمد جيوسي بعلق بقول فيه هناك اشتراك يجب يحجب هذه المواقع ويمنع فتحها وتكلفتها رخيصة صحيح أنه إحنا ندعي الناس أنه حاول يمنع هذه بأي طريقة ممكنة ممكن أنك تحجبها عن طريق الالتصالات نفسها تدفعها شوية في الآن برامج ممكن تنزلها على الكمبيوتر تحجب مثل هذه القضية أيضا وبعض هذه المواقع يعني ممكن تحماك نوعا ما لكن أيضا بد أقول أنه بالإضافة لذلك زي ما قلت أنا على المسؤولين دائما أنهم يحاولوا يطوروا الخطط بحيث تحجب هذه المواقع عن كل الناس محمد جيتاو بيقول بدون تعقيد تركها من السهولة أي العادي هذه فعندما يعرف أنها ذنوب وأن الذنوب ترهق الجسد وتذهب بالرزق والتوفيق وتجلب غضب الله عز وجل فإن عرف هذه الأمور كان معنيا فعلى الفور يتركها وإن كان غير معني لو بتيجي أمة الثقلين على الفاضي مش راحد الشرح أنا بقول أنه يعني هذه تساعد لكن حقيقة برضو ما نبسط الأمور لهذه الدرجة لأنه اللي بيكون مولع في هذه القضية وصار غرقان فيها بيصير مش مستحيل أن يطلع منها لكن بيصير في صعوبة بحاجة إلى جهد إلى صبر إلى تعب حتى يخرج من من هذا الواقع أو هذا البيئة السيئة اللي هو عاش فيها والأخلاق اللي هو وصل إليها أنه يقطع مثل هذا العادي أمر ليس بسيطا قطع العادي أمر ليس بسيطا فلذلك بحاجة إلى فكيف إذا كانت هذه العادية متعلقة بشهوة بجسده بدافعية ذاتية قوية إذا الأمور بحاجة إلى أن نعطي الموضوع حقه وقيمته ومكانته الحقيقية حتى نشعر الناس بالخطر وأنه بده تعب حتى نستطيع أن نتجاوزه والدقة بيقول عن الأسباب السبب هو الموبايل وأنا معه في الموضوع أنه انتقلنا نقلات نوعية في متابعة هذه الأفلام وإنتم من يومة ما حملنا الآيباد وكان الموبايل أو الجوال في جيابنا لأنه زمان كان هالكمبيوتر في الضار بقعد الولاد بقعد البنت بتلاقي أبوه إمه رايحين جايين إخوة رايحين جايين من الصعوبة أنه يستطيع أنه يتابع مثل هذه الأفلام فبتلاقي يعني أمر صعب جدا إلا إذا كان عرف يخذ الكمبيوتر على غرفته عمل زاوية خاصة فيه بعد ما ينام وأهله لكن الساعات قليلة ومتابعه يبقى حريص لكن الآن أصبح الشاب أو الفتاة حتى بتدخل على غرفتها على تاختها بتفتح موبايلها بفتح موبايله فبحضر البدوية لا حدا بيشوفه ولا حدا بتابعه ولا حدا بعرف شو بيعمل ولا شو بتابع ولا شو بتطلع ولا مع مين بيحكي فهذه قضايا الآن كثير خطيرة وحساسة وهذا من أخطر الأمور اللي احنا عايشين فيها بقول أيضا بكمل أخوالي دقاء العلاج هو بالوقاية من خلال سعي الطرفين لاستقرار الحياة الزوجية الأب والأم عدم الجلوس والنوم وحيدا عدم الإنجرار وتفادي الاستدراج من قبل هذه الفيديوهات المتدحرجة في السوق يعني بده يقول لك تبداش وتكونش لحالك وتعيش لحالك وعيش مع الناس وتكونش فيه فراغي سيطرة عليك في الشيطان أخ محمود طالب بقول حطينا الشيخ محمود طالب حطينا بعض النقاط اللي بده ينصحنا فيها لتساعدنا على العلاج والخروج يعني أنا أدعو الجميع أنه يأخذ منه هذه النقاط ونسمعها مع بعض أولا يعقد العزم على ترك ذلك وأن يتذكر مخافة الله عز وجل إذن البداية إنه من داخلك اثنين أن يخفف تدريجيا من التصفح الإلكتروني ومش متخفف من المشاهد لا من التصفح الإلكتروني يعني حاول يقعد أقل ساعات على الإنترنت وابعد عن الإنترنت حاول عيش بدون إنترنت نوعا ما في حياتك ثلاث أن يشغل نفسه بأمور أخرى مثل زيارة صديق المشكل هواء الطلق ليلا وغيرها يعني أنه يعمل يشغل وقته في الموضوع أربعة أن يدرك مخاطرها الصحية على القلب وهذا ما أثبته العلماء أن يدرك هذا المصاب أن هذا مرض نفسي يتوجب عليه علاجه والتخلص منه وبالتالي يطلب مساعدة الآخرين إحنا يعني هذه أهم التعليقات اللي إحنا خدناها معنا اليوم واللي بمجملها بتعطينا نوع الصورة قديش الأمر خطير وقديش إحنا بحاجة إلى أن نتابعه وبحاجة إلى الأباء وهمات يخذوا دورهم لأن الله عز وجل سيسألنا جميعا كلكم راعي وكلكم مسؤولون عن رعيته إحنا نفس الوقت برضو حاولنا نأخذ رأي الناس ونشارككم أكثر في هذا الموضوع فنزلنا على الشارع وودينا طاقم البرنامج في فقرة صوت الشارع اللي سألناهم وكلناهم شو بتنصح الأب سألنا بعض خصوان الأباء والإكبار بالسن شو بتنصح الأب اللي بيكتشف أنه ابنه بتابع مثل هذه الأفلام الإباحية كيف ممكن نتصرف معه وسألناهم أيضا إنه هل يعني شو اللي بيدفع الشاب لحضور مثل هذه الأفلام حتى نعرف الأسباب ونعرف كيف الأب ممكن يتعامل خليني اسمع الناس شو يقالوا وشو عليش علقوا في هذا الموضوع خليني مع فقرة صوت الشارع وبنرجع أفروض يمسكوا يفهموا بالزوق أما عاند بجوزها تزيد عناد أفروض يفهموا بالعقل إنه وهذا إشي بضرك وبضر المجتمع كله والنهاية ومش حلوة يعني في الشكل اليوم الآباء يعني تقدر تقول بمنش على ابنه لما يكون ابنه أطول منه وأعرض منه بعرف الشو بيسوي ابنه وراه في هاي المواضيع والله صعب جدا لشأنه الانترنت مفتوح فيما كان وصعب يكون فيه مراقبة مش مسألة الكاميرا هي محطوطة على محل هو هالنت معاه فيما كان يكون بس هي عملية التوعية وإنه صاحب ابنه ويوعي ابنه وانصحه يعني كأب وكأخ أنه يعني ربنا بيسأله عن الوقت يعني ما يضعي وقته وهضر بأي شيء بيقدر عب وقته في القرآن بالحفظ بالتجويد يتعلم يتعلم أمور السيرة السيرة النبوية العطرة مليئة بأمور التسلي يصاحب أبو يصاحب الكبار ما يصاحب مثلا شباب مراهقين كذا بورها الأشياء لأنه سبحان الله طير على أشكالها تقع لم هو نوع الشيء بروح للو توعيل أبناهم متابعتهم العودة إلى الدين أهم شيء كلت ما باليد في اعتقاد هنا طبعا بخرب طبعا شوفين طبعا لأنه بتعلم الشغلات ما بتغطرش على البال وبجوز صيرت يطبكها يعني أقول لك صراحة عنا شباب ضايع شباب فاسك أغلبهم بروحوا بشتغلوا غربهم قسم منهم بلاقوا هالأشياء الوسخة فبيحاول أنه يمارسها أو يطلع عليها في هيك أشياء بيجي هون بفكر أنه غربهم نزل نفس الشيء بهاي الحالة يعني كثير شباب بمارسوا هاي الشغلة التكنولوجيا طبعا الحديثة متطورة بنقدر نكون الآن موجودة في كل بيت يعني احنا بقينا في الزمنات الواحد أبوه أو هذا ينصح ولاده يا بطروحش تمشيش معه فلان فلان عاطل مشوا سيء إشي فباقوا يمونع ابنه وباقوا ابنه ورد عليه هاي الأيام بخلف والله تقريبا يعني الغرب كاملة روج هاي الأشياء وللأسف جدا علمائنا تبعون الدين بعيدين عن الدين ملتهيين في التفسيرات وما تفسيرات بعض آيات بعض آيات قرآنية معينة نازين بس فقط لغير تفسيرها وما تفسيرها مش ملتهيين للغرب شو اللي بيعملون نعم الغياب الوازع الديني وغياب التربية وغياب رقابة الأب ورقابة الوالدين يعني ما بتقدر تلك المسؤولية على عاتك أي واحد من المجتمع مثلا الشرطة أو كذا أو كذا كل وعد فينا بحمل مسؤولية يعني الأم إليها دور الأب إليه دور أكبر الأب يعني ما يعطي وقت لأولاده هذا الشيء من الدين يهتم الأهل الأهل بتابعوهم بتابعوه أولادهم ولا شو هاي اللي عنده شو الاحتلال إليه دوره البيئة اللي عايش فيها إليه دوره التربية إليها دورها المدرسة إليها دورها الأم والأب بغضوا النظر يعني عندك الورد عم بعمل مشاكل قاعد مع الناس والحق عليه بيجي أمه وأبو بوقفه معه هاي كله كله هاي الأخلاقيات هاي نابعا من الأهل والمدارس احنا بعد ما سمعنا يعني هذه التعليقات والتعليقات حقيقة بعضها كان في براءة وبساطة وطلعتنا القلب يعني لما قال لك كلت ما في اليد وحقيقة هذا أحد أهم أسباب اللي احنا بنواجهها في متابعة مثل هذه الأفلام عند شبابنا عندنا بمونش الأباء على الأبناء وهذه قضية أيضا خطيرة جدا احنا بنواجهة أنه في فجوة كبيرة بين الأباء والأمهات من جهة وبين البنات والأبناء من جهة أخرى وهذه الفجوة أدت إلى عدم التغيير عدم التأثير عدم التصحيح والتمرد وأصبح هناك انجذاب باتجاه الآخر اللي ممكن يربي لنا أولادنا السؤال ممكن يعني يطرح نفسه الآن أنه ليش هذه العادة السيئة بتمتشر قاعدة المجتمعات شو الأسباب اللي خلتها بتمتشر في المجتمعات حقيقة في كثير من الأسباب أنا حاول يعني أني أوجز بعضها وأذكر بعضها في هذه الدقائق القليلة وأهمها أولا يعني إدمان مثل هذه الأفلام الإباحية بتلقيه بمس حاجة يعني هي تكوينية في الإنسان في فطرة الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلق فينا الفطرة من فطرتنا فطرنا على حب الجساد والشهوة ويعني زيادة للناس حب الشهوات وحب النساء والميل للطرف الآخر والمرأة حب الرجل والميل له فوضع مثل هذه الطاقة الجنسية فيهم تحرفوا ليش لأنه تبعات الحياة الأسرية حياة الزواج فيها تبعات فيها غلبي فيه روحا بدي يشتغل وبيدي يجيب مصاري والإن بدأت ربي وتتحمل الشغل في الضار وقيموا هالأولاد وهالأولاد وهالبنات وربوهم وكبروهم وعلموهم وعدين يجوزوهم هذه بده تعب وبده تضحي وبده جهد شو اللي بدفع الإنسان لمثل هذه القضية جعل الله عز وجل هذه الشهوة في داخل الإنسان بحيث يبحث عنها عن تفريغها وجعله طريق واحد هي الحلال في الحلال وهي الزواج حتى يندفع الإنسان بدافعية قوية جدا أنه أنا بتحمل كل هذه المصاعب وكل هذه الأمور والحمل والأمانة في مقابل أن أستطيع أن أفرغ مثل هذه الطاقة الجنسية اللي ربنا عز وجل جعلها فيه لكن لما منعنا الزواج وهذه الطاقة بقيت موجودة مش راح تزول من الإنسان أصبح هذا الإنسان يتجه باتجاه تفريغها وأول تفريغ إلى هو إيش بده تابع مثل هذه الأفلام ويستعمل العاد السري اللي ممكن عند البعض اللي ما عنده حدود لا شرعية ولا أخلاقية ولا عرفية يتجاوز الموضوع بعد ذلك إلى علاقات محرمة مع بنات في علاقات قد تبدأ بما يسمى جسدية للأسف الشديد وهي حالات الآن أصبحت تنتشر لذلك أول سبب هو أنه غريزة بنيوية في الإنسان يبحث عنها لم تفرغ بشكل صحيح فإذا هو بدي يبحث عنها بشكل خاطئ الأمر الثاني انتشار هذه العاد السيئة هو أنه هذه الأفلام الإباحية والصور تقدم بطريقة جذابة من خلال الأفلام يعني في عنصر التشويق بتلاقي بعض الناس بتابع فيلم عادي أنا ما بدي عاطفي أو اجتماعي أو تاريخي إذا كان المخرج وكاتب السيناريو وطريقة الإخراج في فن في التصوير وفن في إخراج الخدع البصرية والخدع التصويرية والسينمائية إذا في هناك قصة محبوكة إذا في تشويق في الموضوع بتلاقي المتابعة حثيثة وفي نهم وبنستنى موعد المسلسل وكل العيل بتوقع كاعدة وثاني بثاني من نقعة ساعة أو ساعتين عبما ينتهي الفيلم أو المسلسل الآن الأفلام الإباحية تخرج بطريقة فيها استجلاب لانتباه الشباب والبنات فيها تشويق فيها إثارة فيها التركيز على مثل هذه المواطق حتى لاحظوا مثلا أنا قرأت مرة في يوم من الأيام تقرير عن موضوع الفيديو كيلوبات بتجد أنه بعض الناس لو سمعته أنت من خلال الراديو وسمعت أغنيته من خلال الراديو لا تستمع الأغنية لأنه بتكون بلا مؤاخذة يعني كلحن أو كصوت سيئة جدا ما في معاني لكلماتها لكن لما توعد على التلفزيون أنت تندمج أو الشباب في قسم كثير يندمج فيهم ذكورنا وإن ليش لأنه فيه هناك استجلاب وتركيز بصري على العري الموجود ما فيه مغني بيطلع إلا معاه عشر خمستاش عشرين واحدة لابسات لبس قصير ولبس فاضح ولبس يعني شبه عاري حتى لو واحدة بتغني بتجيب منثفة قضية بتجيبوه شباب فبتلاقي هذا يجذب انتباه ما بيركز لا بالكلمة ولا بيركز باللحن ولا بالصوت حتى لما يسمعها بعد ذلك على مسجل أو على راديو هو يبقى فيه مخيلته مثل هذه المناظر إذن هذه الإخراج إذن هذه على مستوى فيديو كليب وغنية فكيف إذا كان مستوى على مستوى فيلم إباحي ينقل اللقطات الشاذة اللقطات الفي إثارة يركز على المناطق الجنسية وعلى الآليات الجنسية وهذا يجعل الشاب دائما في في نهم في البحث عن المزيد في مثل هذا العلاقة وهذه قضية قطيرة أيضا ثلاث إنه من الأمور يتشجع على الموضوع غير مجرم قانونيا يعني ما في تجريم لا للمتابعة ولا لمثل هذه الأفلام والدلع على ذلك إنه الآن نحن عندنا غير محجوب مثل هذه المواقع لا يجرم من يعني يسمح بمثل هذه القضايا أن تبث فعشان هيك وحتى عالميا يعني الآن كنا في أمريكا تسعين في المئة هذا يعني يسجل في استوديوات معروفة وفي أفلام معروفة وناس معروفين والممثلين معروفين وهذا بيعتبرون من الحرية الموجودة عندهم وهذا أيضا أدى إلى إغراق كل الأسواق العالمية في مثل هذه الأفلام أيضا من الأسباب اللي جعلت امتشار مثل هذه الأفلام إنها معروضة لمن يريد ومن لا يريد يعني لمن يريد فهمك إنها إنه اللي بده وأول ما اطلع الإنترنت كانوا الشباب كثير يعني يجد صعوبة في أن يبحث عن صورة أو كذا وحتى قبل الإنترنت لكن الآن أصبح المقاطع بمئات الآلاف الموجودة يمكن أن تحضر ما تشاء فيها إذا توجهت إلىها أيضا المشكلة وين الإطام الكبرى حتى من لا يريد أصبح يشاهد مثل هذه القضية كثير من الإعلانات الآن الممولة أو الإعلانات اللي بتطلع اسمتك قدامك وأنت بتتابع في أي أمر آخر ففتلاقي بطلع عندك مربع صغير لإعلان فيخرج عندك صورة فاضحة بواخدك على موقع في مشكلة كبيرة وهذا ممكن أنت صرت لا تأمن حتى على أطفال الصغار لدرجة أنه بعض الشركات بعض المنتجين التطبيقات أصبح يخرج تطبيق لمتصفح خاص بالأطفال يمنع مثل هذه المناظر أو الدعاة اللي تخرج إلى أصبح حتى من لا يريد مثل هذه أصبح أمام وتدخل دخول عفوي هو لا ينتبه لها أيضا من الأسباب اللي بتخلي هذه الأفلام تنتشر أنه هناك سهولة في تهريبها وتوصيلها للناس لبعضهم البعض يعني بتلاقي مثلا ريسمالو شاب بقعد مع صاحبه بقعده على موبايل صغير بحضره البدهمية أو ريسمالو بفتح بلوتوث وبرسله مثل هذه المقاطع أو من خلال المسنجر أو من خلال واتس أب أو من خلال الإستجرام كل هذا يصبح الآن سهل جدا أن يرسل مثل هذا الموضوع ومثل هذه المقاطع اللي ممكن نحن شبابنا يتابعوها للأسف الشديد وهذا اللي بيخلي الأمور تداولها سهل إذن سنتشر باتجاه كثير كبير وكثير مزعج ومقلق أيضا من الأمور أنها أصبحت الآن رخصة الثمن بل هي مجانة يعني أول ما خرجت مثل هذه المواقع ومثل هذه المحطات والفضائيات الجنسية كانت هناك يعني فيه نوع من التشفير بدك تشتري هذه الخدمة الآن لا أصبحوا يبثوا مثل هذه القضايا مجانا من أجل أن يستجلبوا بعض الدعايات المرافقة لمثل هذه الأفلام من هنا أصبح الرصيد اللي ممكن يخدوه لكن هم يؤثروا تأثير الدمار في مجتمعاتنا بهذا الموضوع وأيضا أضف إلى كل ذلك أنه كل هذا متاح بين الإيدين وما فيه تحصين عن شبابنا لا تحصين أخلاقي ولا تحصين شرعي ديني ولا تحصين عرفي فأصبح الشاب هو يبحث بل يتبجح في مثل هذه القضية بل يفاخر بأنه حضر فيلم وحضر فيلم وحضر ثلاثة وحضر أربعة في فيلم جديد وبودي لصاحبه ما بستحيش وخليني أكون صريح بزيادة بعض الشاب بحضر جماعي ويمارس العادي السرلية جماعي يعني أمام بعضهم البعض أصبح هناك قتل للحياء قتل للأخلاق وتجاوز لكثير من المارح اللي ممكن بعدها يؤدي إلى دمار كبيرة جدا احنا بدنا نكون إيجابيين ونحاول نحكي عن بعض الخطوات اللي ممكن نحمي فيها شبابنا وأنا أرجو من هون أنه كل الانتباه يكون معاي نحاول نسمع مثل هذه القضية ونحاول نستفيد منها كيف ممكن أتعامل مع شبابنا مع أبنائنا مع بناتنا وكيف أنا كشب ممكن أتعامل مع نفسي من خطوات الهام من إحماية شبابنا أولا التوعية العلمية والطبية وإظهار مخاطر الإدمان الإباحي ادخلوا في مواقع كثير مهمة جدا ممكن حنسمعها ونشوفها في محارب حتى بتعرفوا في كثير مقاطع هي أوروبية أجنبية باللغة الأمريكية ولغات أخرى منشورة على الفيس وبعضها مترجم ممكن تسمعها على الإنترنت أسف وبعضها مترجم ممكن تسمعها وتسابعها وتشوفها وتشوف قديش الأمر خطير جدا حتى عندهم قادرين بحذروا من هذه القضية وتداول أحيانا في مجلس الشيوخ وفي برلماناتهم كيف يمكن أن نعالج قضية الأفلام الإباحية وانتشارها وتأثيرها على مجتمعات إذن التوعية العلمية وهذا بحاجة إلى جهد كبير جدا من الجميع في هذه التوعية يتبدأ من الأب والأم من المدرسة من المؤسسات الشبابية من الإعلام في توضيح خطورة متابعة مثل هذه الأفلام اثنين التشجيع على الزواج في سن مبكرة يعني أنا لما الشاب وصل عن 30 سنة هو غير متزوج مشكلة لكن أنا لو الشاب مجرد ما تخرج من الجامعة حثنا على موضوع الزواج لكن أيضا ما بزمط أنا أقول روح تزواج هيك فبهذا بديه تكاليف الآن لأسف الشديد يجب أن يتداعى المجتمع وخصنا أولياء الأمور أنه حاول نخفف من تكاليف الزواج أنه نسهل على شبابنا بالزواج مش الشاب يفكر أنه بده يدخل مشروع الزواج ومشروع الحياة يعني بظل طول عمره هو مدين من وراء هذا الزواج وعايش في الديون من وراء هذا الزواج لما أنا بده يفكر الشاب بده بده حوالي 20 و 30 ألف دينار باشا عساني يتزوج هاي من يبدو جمعه هو جديد متخرج وديه بلقي له وظيفة بـ 1500 ولألفين شكل كيف بده يعيش وكيف بده يعمل وكيف بده يسوي لذلك إحنا لازم إذا بدنا ننقض أبنائنا لازم أنا أرحم ابن الآخرين والآخر يرحم ابني وإحنا نحاول نسترع أولادنا وبناتنا ونزوجهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبتكاليفية في مقدور الشباب مش نزيد عليهم الطين بل لأن كثير منهم بقولوا الحرام أصبح سهل ورخيص لكن الحرام الحلال أصبح صعب وغالي لذلك هم يتوجه إلى الحرام للأسف الشديد أيضا من الخطوات الهامة لإحماية شبابنا اللي هو لابد من تدريس مادة الثقافة الجنسية أن توضع بعض المواضيع الجنسية وأنا بقول لما إحنا نكون جنسية والثقافة الجنسية مش يعني قضية الجماع والمعاشرة ما بين الرجل والأنثى فقط لا القضية تبدأ من تعرفته في طبيعة جسده من طبيعة العلاقة من الطريقة العاطفية من حتى موضوع الاختسال وكيفية الاختسال والاحتلام والجنابة الكلام في بعض القضايا الفقهية في موضوع الحيض والنفاس والاغتسال من الجنابة كما قلت يعني كل هذه القضايا أيضا الثقافة الجنسية حدود العلاقة ما بين الشاب والفتاة أيضا هذه من ضمن الثقافة اللي يجب أن نشرها شو يعني الأخلاق والفضيلة وكيف يعني أنا ممكن أحافظ على شخصيتي واستقلاليتي وثقة بنفسي كل هذه الأمور هي ممكن أن تؤدي حقيقة إلى التوعية حماية وتحصين لشبابنا في الموضوع أيضا لابد من عمل شي مرادث لمثل هذه الأفلام الهابطة يعني هذا طبعا هذا بده جهد دول أن نعمل لماذا تكون هناك أفلام مقابلة حقيقة في بعض الناس اجتهد وعمل بعض الأفلام القصيرة التوعوية في مثل هذا الموضوع لكن يبقى جهد المقل وجهد ناس هذا تقطهم لكن هذا بحاجة إلى جهد كبيرة جدا في التعامل مع هذا وبحاجة أن الإعلام الهادف يكون مثل هذا البرنامج مثل هذه الحلقة بالكثير من الكلام والكل يأخذ دوره أيضا من الأمور المهمة جدا هو احتواء طاقات وعقول الشباب أنه أنا بدي أعطيه البديل بدي أنا أشغله هذا جسد فيه طاقة بدي أفرغها النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج اللي بيقدر يزوج يزوج ومن لم فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج لكن من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لهوجاء لاحظ أهو بده يروح يتعب الجسد حتى تخف مثل هذه الطاقة إذا ما كان قادر يتزوج وفرغها بالحلال وإحنا هذا الذي نريده الآن من شبابنا وبناتنا خلينا حطوهم البرامج وين المؤسسات لأسف الشديد الآن مؤسساتنا أحيانا دون أن تقصد بتعمل بعض النشاطات اللي ممكن تثير مثل هذه الشهوات يعني أنا لما أعمل نشاط مختلط بين شباب في سن 14 15 16 ويدبكوا مع بعض ويركسوا مع بعض ويقعدوا مع بعض ويحكوا مع بعض كل الحواجز هذه ستكسر سيقيموا علاقات وأنا بعرف في بعض الأحيان علاقة بدأت من خلال نشاط ثقافي أحيانا لكن فيه اختلاط بدأت علاقة ووصلت إلى علاقة يعني يعني قبل الزنا بشعر لو لا لطف الله عز وجل لو لا يعني أبو البن تلحق مثل هذه القصة فإذن هذه القصة تتكرر كثيرا جدا في مجتمعنا وديروا بالكم يا جماعة الخير هذا الحكي بوصلني بوصلك والنار لما تكون عند الجران ما بتظل عنده راح ترتصلى بيتي ولا بيتك ولكل معرض لمثل هذه القضية إحنا مش قاعدين مع أولاد دوبناتنا 24 ساعة فعشان هيك القضية قضية خطيرة وحساسة للغاية وأنا بدأ أقول أنه بحاجة إلى إذن نضع البرامج حتى الثقافية والبؤسسات والمدارس اللي تفرغ وتستفيد من طاقات الشباب لكن نفصل بين الجنسين وما نعمل اختلاط وبنفس الوقت نحاول نفرغ نوقة طاقاتهم الذينية والعقلية وإبداعاتهم وفي الرياضة وفي الرسم وفي المسابقات وفي المخيمات وفي كثير من القضايا اللي حينا نكون نعملها ونفرغ مثل هذه الطاقة ونستفيد من طاقاتهم أنا بعرف أنه العلاج صعب وصحيح أنه مش بسهولة لكن لازم نكونه مش مستحيل القضية مش قضية فوق طاق للبشر لا ممكن كل شاب وقع في هذه القضية ونغمس فيها ممكن كثير شاب الآن بيسمعوني وبنفسه يغير وبنفسه ينهي ويكابر أحيانا لكن في الحقيقة وفي واقع ما في واحد فينا سوي وصحيح ومستقيم وعاقل بحب أنه ظل متعلق في مثل هذه القضايا الوهمية اللي بتخرب جسمه وعقله وفكره وسلوكه وإخلاقه وعلاقاته مع الله أنا بدي أقول أنه موضوعه كل ما زاد الإدمان بيصير الأمور صعب أنه أطلع منها لكن بدي أعرف أنه هي صعب لكن مش مستحيل ابتداءا لا بد نعترف المشكلة كل واحد فينا لازم يعترف أنه في عنده مشكلة إذا كان واقع في هذا الموضوع لازم يرفع إرادته يقوه إرادته وقول أنا لازم أغيره أبدى التغيير بدي يصبر فترة من الزمن أداء وتحمل لكثير من التبعات عند ترك الموضوع وهم شيء أنه نلجأ لربنا سبحانه وتعالى نرفع إيدينا وندعيه زي ما عمل صاحبنا في قصة فضل كيف في الآخر لجأ إلى الله عز وجل في ركعتين بكى بين إيدينا ربنا وقال يا رب ساعدني إذا كان سيدنا يوسف لما عرض على عليه الفتنة وقال قال أتسجنه ربي أتسجنه أحب إلي مما يدعونني إلي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فلاحظوا لها نلجأ لربنا وقال يا ربنا إصرف عني كيدهن وبعدهم عني وبعد مكرهم عني استعان بالله سبحانه وتعالى لذلك قال لولا الرأى برهان ربه ربنا حفظه سبحانه وتعالى مما فعلت تلك المرأة به وابتلعى وابتعد عن الفحة شو احنا برضو بنا نلجأ لربنا نبحث عن أصدقاء الخير ونبتعد عن أصدقاء السوء ونحاول دائما أنه نتعلم كيف ممكن ننهي مثل هذه القضايا أنا بدي أدلكم بس على موقعين واسمعوهم مني ابحثوا عنهم على الفيسبوك لموقع الأول اسمه واعي ضد الإباحية موقع واعي ضد الإباحية موقع الثاني اسمه علاج إبمان الإباحية هم الموقعين مرتبطات في بعض فيهم مقاطع كثير رائعة فيهم آليات كثير وكثير جدا عشرات بل مئات إن لم يكن آلاف من الشباب استفادوا من هذين الموقعين على مستوى العالم العربي وكان هناك نتائج كثير طيبة في الإقلاع على مثل هذه القضية أنا يعني هيك بدي أضطر أني آتي إلى نهاية هذه الحلقة أنا عندي هيك كثير في الموضوع لكن حاولت أن أختصره وحاولت أن أوصل معلومة قدر الإمكان وأهم شيء أنا بدي أقول أنه أبنائنا وبناتنا في خطر أسرنا في خطر لأنه الآن حمى وإدمان المواقع الإباحية أصبح ينتشر في كل بيت وعند كثير من الشباب لازم نحط حد على الأقل اللي بدي أحمل نفسي وأحمل لحوالي من هنا يبدأ التغيير اسمحوا لي في نهاية هذا البرنامج أنا أشكر كل طاقمنا اللي كان معنا اليوم واللي تعبوا معنا حتى أخرجنا هذه الحلقة بهذه الحلة الجديدة بهذه الستوديو الجديد بهذه الطريقة الجديدة حتى نبقى معكم دائما في التطور وتلفزيون الفجر وإذاعة الفجر رمز التطور والإبداع دائما وأبدا شخصية فرهود كان فيها الأخ خالد بدير وإسماعيل بلعا وأشكرهم شكرا جزيل على هذا الإخراج لمثل هذه الفقرة فقرة في الظل كان معنا براء عمر فيليغرافيك براء عيسى وفي صوت الشارع وطاقمنا كان على رأسهم رهام أبو حبلة البث الإذاعي والهندسة الصوتية عماد العلي البث التلفزيوني مجد حسين مساعدة الإخراج علاء الجلاد ومخرجنا الكبير اللي بتعب معنا دائما لأخ خسماعيل بلعاوي كله ألاء أشكرهم وأشكر كل طاقم تلفزيون الفجر الجديد وكلنا نشكركم أعزائي المتابعين والمتابعات والمشاهدين والمشاهدات على حسن استماعكم وأسأل الله عز وجل أن نكون ممن انتفعنا بهذه الحلقة وإلى دقاء آخر مع حلقة جديدة من برنامجكم برنامج في الصميم انتظرونا الأسبوع القادم في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أحدثكم الشيخ عمر منا السلام عليكم اشتركوا في القناة